دعوة للتوبة منذ الأزل وإلى الأبد في صلب العهد الأديم الناس جات من الشعوب الأخرى والرب قبلها رحاب الزانية قبلها ولا ما قبلهاش طبعا وعطاها امتياز وأي امتياز نرمان السورياني أصبحت من ناس المسيح ورعوت المؤبية فلما نيجي نقول يا جماعة بصوا للعهد الأديم هذه ناس بتيجي من آخر الدنيا حتى في قلب المعركة لما الله أبد أمر بإبادة أريحة والبلد الثاني عاي على طول جبعون كان بلد قوي يعني آمن أنه مش رح ينتصر لأنه الرب مع إسرائيل جاءوا حتى بخدعة بس حتى يكونوا في عهد مع يعني لأنه قالوا أنه جايين من برة مش من جوا على فكرة تحريم أنه نفس البلد مش من اللي برة فلما عملوا العهد يشوع أدرك ألم ما منقدرش نمس ولا ولا نفس لأنه خلاص صار ملاي بالزبط يعني مش موضوع انتقام موضوع يعني بالزبط فأنا بقول لكل مشاهد بيشوفنا الوقت الله إله نعمة إله محبة منذ الأزل وإلى الآبد ومدد إليه لكل واحد وبيقول لنا تعالوا إليه يا جميع المتعبين وكلنا اختبر نقس نظار أن لما بنيجي للرب بنختبر نعمة قدقية ومحبة قدقية وسلام قدقية واطمأنان قدقية وراحة نفس قدقية وقول الصدق في المسيح هدوء بال قدقية يعني يكفي أن أقول الله رفيقنا في كل رحلة حياتنا ماسك بأيدينا وماشي معانا خطوة خطوة ويوم يوم ولحظة لحظة فبقول لكل إنسان تعالى اقترب خد النور خد الغنى خد السلام خد الفرح ليه تفضل بعيد ليه شاغل نفسك بأسئلة مرة أقول كده أسئلة جدلية وإنت مش عايش تقبل على النور تعالى للنور